اشتركوا في القناة وبيانا بمؤشرات قياس تحقيقها لهدافها في نطاق الفئات المستهدفة بالرعاية وسبل تطوير العمل بها واجتمل التقرير على آلية تحليل النيابة العامة للحالات التي رصدتها وكيفية تحديد نوع الدعم والخدمات المراد للحصول عليها والشريك المعني بالتنفيذ واحتوى التقرير على بيان احصائي وتحليلي للحالات المشمولة بالرعاية منذ بداية العام الحالي والتي بلغ عددها اثنتين وخمسين حالة من الاطفال والنساء والرجال وفي ختم اللقاء اشهد النائب العام بالجهود التي بذلت في سبيل تفعيل هذه المبادرة والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة والجدير بالذكر ان مبادرة النيابة العامة في الرعاية الاجتماعية رعاية اطلقها النائب العام عام 2021 كأولى المبادرات الاجتماعية التي تعنى بمعالجة وازالة الاسباب الكامنة وراء ارتكاب الجريمة او الوقوع ضحيتها